اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة فسمنة كانت بالنسبة لهاجس يعني عشان هي كان دائماً لما بتعامل مع اي شخص بعاني من سمنة ما بتعامل معك كحالة مرضية جاي عندي لا بتعامل معي كجزء مني لانه انا عانيت مما كان يعاني ومما سيعاني منه انت تعتبرها كل حالة تحدي؟ طبعاً لي تعارفة ليش لانه يعني سوفي لا يشعر بالألم إلا من يتألم صح يعني فأنا لما نصحيت حالي وبدأت بمعنى عمر ما أمنت بكلمة ترجم طبعاً فلما انا صحيت وضعيفة خلصاً كنت مقتنع انه احنا نصحين بالوراسة عمرنا ما نضعف والكلام فلقيت انه انا عمري بدأ من 29 سنة لما انا صحيت حالي قبل 10-11 سنة كان عمر 29 سنة فاليوم ما بديش أربعين وأكمله فأنا بصراحة مش حابب اي حد اي حد ان يخوض الطجر وانا اخوضها سواء نفسياً أو حتى الانسان بينه بين نفسه وأنا بأخلك كشاب فما بالك كبنت أو كست لما تعاني السمنة إذا الشاب لما يعاني من السمنة بيمر بمراحل نفسية متأزمة فما بالك البنت تتزوج أو الست المتزوجة لكل بعيرها بوزنها فأنا اتعامل مع السمنة مش كحالة مرضية ونقطة لا هي مجموعة عوامل اللي بتلعب في هذا الموضوع تمام؟ فيجب أن تكون نظرتنا للشخص الذي يعاني من السمنة مش نظرة عطف ولكن هي نظرة شمولية لازم أنا أنظله من ناحية مثلاً اجتماعية ومن ناحية أسرية ومن ناحية تغوية ومن ناحية راضية ومن ناحية سلوكية عشان يقدر هذا الإنسان يتخطى زيادة الوزن وإلا راح نضلنا في المشكلة فموضوع زيادة الوزن ولعلمك إحنا في المجتمع الفلسطيني قاعدين منقفز قفزات في موضوع السمنة يعني الكيرف مش باش بالتدريج إحنا قاعدين بنطمط يعني قاعدين نحن عندنا سرع زيادة الوزن كتير زيادة سريعة هكناك تشعبل صح؟ طبعاً بلاش يا سنت اليوم انت عندك سنة الأطفال يعني اليوم احنا في المجتمع الفلسطيني طب قبل ما نحكي على الأطفال ترضى على المتصل؟ طب قبل ما نحكي على الأطفال ترضى على المتصل؟ تمام، آلو السلام عليكم هالو عليكم السلام كيف حالكم؟ تمام الحمد لله الله يا سيدكم أنا لقيتها يجيب كوزن مية وثنين وعشرين كيلة كيف بنا أكفف هذا الوزن؟ وبعاني من وجع رجلين ومعرفش أجل أثناء الصلاة وبعدين بيزجيني حرقان في الرجلين قديش العمر ما شاء الله؟ عمري 51 سنة تقريباً والله صوتك صغير ما شاء الله يعني شباب لسه 51 سنة رب نديك الصحة يا رب الله أرضى عليك إن شاء الله لو تبعت الحلقة راح نجيب إن شاء الله تحياتي لكم يعني حتى الوزن اللي بيتحدث عنه دكتور يعني بيحكي عن مية وعشرين كيلو وحرقات مية واثنين وعشرين مية واثنين وعشرين إحنا نقصنا اثنين كيلو نعتبر إنه بدأ نظام غذائي بلاش رجيم هذا هتجاوب عنه لكن بعد ما نكمل إنه حتى سمنا عند الأطفال طبعاً إنت عارف إحنا إحنا سمنا يعني عند الأطفال كارثية في المستمع الفلسطيني يعني زمان كنا مثلاً في المدرسة اثنين أو ثلاثة النصفين اليوم في الصف بتلاقي اثنين أو ثلاثة الضعاف في عنا مشكلة حقيقية وهذا بتلاقيه أيام العيدة ما تروح الامتش لابنها أو بنتها أو واعي الأطفال محيا ليش؟ لأنه اليوم زمان وإحنا صغار بالرغم إنه إحنا كنا نصحين بس كنا منلعب كنا ميجي في الشارع اليوم ببجي الحياة أنا بقصد بالحياة المرفهة مش إنه نسمحها فلوس بس الحياة صارت انطوائية نظام شقق بطل في حارة بطل في مخيم كله قاعد في الشقة كله بلعب جوال كله اليوم معه مش عارفش فتلقائيا الواد مش رايح يتحرك زائد زي ما تفضلت الوجبات السريعة اليوم موجودة وأسعارها مش غالية وهو ربما تكون أوفر للأم إنها يعني تشتر وجبة أوفر منها تعملها في البيت فتلقائيا راح نلاقي سمنة وما في وعي عند الأهل للأسف وكلمة بكرة بفرد طول وبكرة بفرد مش عارفش ولا هيكبر لا هيفرد طول ولا هيفرد عرض هيفرد عرض بس لا للأسف هذه المفاهيم خاطئ هذه المفاهيم ستة هي فعلة بتفرد عرض بس معهم لا مش هيفرد طول لأنه وأخطر سنة هي سنة الأطفال لأنه إحنا الكبار لما بننصح بعد سنة 18 أو البلوغ الخلية الدهنية بتكبر ماشي خلاص لما يجي نضعف بتصغر عند الطفل مشكلتين الخلية تكبر وعددها يزداد يعني المليون بصيروا 2 مليون طب المليون لما كبر زغرنا ضلوا مليون طب المليون لما نصير 2 مليون كبدا زغر لتنين مليون معنات أنه إحنا أمام كارثة إسان سنة الأطفال إذا ملحقناهاش راح نجع في مشكلة اليوم طب فيه ناس بحكولك طب أنا وراسة ما هو ممتي زي هيك وعماتي زي هيك أو أهل أهل أبوي زي هيك طب أنا معقول ممكن أضعف هذا الشعور كان عندي أنا فكرة يعني أنا يعني بشكل عام يعني قيلت النصحين يعني أوكي فكنت أقول أنا أعمل رجيم ليس طب ما أفعل فاضما أنا هضعفها جعل نصح تاني تمام؟ فكانت الفكرة رجيم ملفوضة تماما عندي ممكن أتغلب على العامل الوراثي؟ مفيش شيء اسمه وراسة أنا أقول لك شيء لقيت أنا كان وزني مية واربين كلا أوكي؟ ماشي؟ بس ما وصلتش لوزن تمانين وانطول مترو تمانين لأنه ما بينفاعش لأنه أنا بالأصل عضم عريض ناصح ممكن أنا أصل مثلا لوزن أنا متقبله هنا بيجي العامل الوراثي إنه بيجي العامل الوراثي إنه ما بصلش للوزن مكتوب الورقة الوزن المثال بس بأصل لوزن يتناسب مع شخصيتي مرابنا بقول وخلقنا الإنسان في أحسن الطاقين يعني مش لازم بقولنا نصير إضعاف يعني نحفاء ولكن هنا بلعب دور الوراثة ولكن الوراثة ليس مبرر إنه أنا يصير وزني مية واربعين ممكن ما نصيرش وزني تمانين تسعين يصير مية بس مش يصير مية واربعين فكلمة وراثة شلوها من محقوق يعني كمان بديك تتفكري إنه مش لما تشوف الممثلات أو الفنانات فأنا بدي أصير زي هيك فهدي كمان أكيد مشكلة بتواجهك بتكون ضعيفة وتمام بس لا هي بدي تعمل هداك الجسم أنا راح بليك إشي يعني واحنا صغار كانت أمي الله يديها الصحة تقول لأخواتي وقت تجيك تصير زي هذا طلع في أمي أقول طب ما أنت مش زي عايزة أخت بصير زي هذا وهدي العلم كل الأمهات دائما بسمحها فأنا عايزة لما بتجيين البنت والأم بقول لأم أنت صف عشقة وخيرنا نعيش دور الأم لأنك مش تقدر توصل الرسالة صح لبنتك وأكيد كل بنت كل أم بتحب بنتها تكون ضعيفة ولكن كل واحد فينا له بصمة يعني جسمك في كل العالم ملوش مثيل كل واحد فينا له جسم يختلف عن الآخر بس جسم يتناسب مع شخصيته أنا يتناسب مع عظمي يتناسب مع طولي فما بنفع أقول جسمي لازم يصير جسمي فلان كل واحد فينا له جسمه سبحان الله تنوع الأجسام هو شوفي لو كلنا مش فيه مثلا بقولك لو 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 تشابهت السلع لفسدت أو يعني بما بنفع أنه أنا في ناس بحب اللون الأسود زي البصمة في شحة بصمته زي التانية وفي ناس مثلا لازم يكونوا نصحين من منطقة معينة في ناس لازم يكونوا ضعف هذه سونة الحياة تمام؟ فموضوع أنه أنا أصير زي فلانة هذه فكرة مرفوضة أو غلط أو أنه أنا أصل لوزن مثالي فيش شيء في العلم اسم وزن مثالي هذا كله كله يعني من الكلام هبل بين قوسين ولكن احنا بنقول نصل إلى شكل مثالي وليس وزن مثالي فيش شيء اسم وزن يعني خليني نحكي بفكرة إنه لو طولك هالآن فلازم وزنك هالآن هذه الفكرة صحيحة بس خليني نذكر إنه اثنين تمانية تمانية تسعين واحد وستين لحبيين يتواصلوا معنا واثنين تمانية تمانية تسعين ستين دكتور يعني إنه أنا مثلا نطولك مئة وخمسين فلازم وزنك يكون خمسين هذا كلام غلط مئة بالمئة بدليل أنا رحكي لك قصص واقعية مرة أجاني راجل طوله متر وسبعين وزنه ستين يعني ضعيف ضعيف جيع من رجيم فبقول لي يا دكتور أنا شايف يعني شوف التشبيه بقول لي أنا زي حبت البطاطا ومع اللي جهة بعدين أسكمه رجلي صغار لكن إله كرش كبير فبقول لي أنا ما هو مش حامله ما أنه هو لو بنا نحسبها بالعلم لا وزن مثالي ومفترض يزيد له شوية لكن إذن الموضوع مش متبط في الميزان ممكن يكون طولك متر وستين ووزنك سبعين وجسمك رائع وممكن يكون طولك متر وستين ووزنك خمسين إحنا منتكلم عن التناصق الكتر الدهني إحنا منحكي عن جسم متناصق ولا متناصق مع شخصيتك أنت ولا نتحدث عن اللي هو الوزن المثال اليوم الوزن المثال هذا غلط ما في شيء اسمه وزن المثال ولو أنا دائما بحب أوصله للحالات تبعتي كمان ما في شيء اسمه ميزان ما بينفع كل شوية أمسك الميزان أطلع سبعين كمان شوية سبعين ونص هذا يعني هذا بعمل فوبيا مرض اسمه مرض الميزان أنا قبل ما أطلع وأنا بحكي لأي حالة يعني قبل ما تيجي عندك بقول قبل ما تيجي تابعي سارح لك سؤالين هل أنت كنت ملتزم عن النظام الغذائي رقم اثنين هل أنا حاس حالي ضعفان ثلاثة فليذهب الميزان إلى الجحيم لأنه الميزان شيء متغير أنت عندك يعني من من الخمسة واربعين لخمسين في cuanto الحالة لستين في الامية في بعض الأحيان من جسمة مياه فالمياه هي شيء متغير يعنى ميزان الصبح مثلا ميزان الدهور ونت زعلانة مثلا if they want to do that لما أتكون غير şeyler هل ما تكون عليك الضورة مثلا الما تكون على كدورة فمعناته أنه المزن الوزن ليس هو المؤشر الحقيقي يعني في فهي بنات ممكن يقولك دكتور يعني أنا بحسة أنه في فريق بالاواعي بس مش في الميزان لا يعنينا الميزان وانا بحاول دائما انه وهادي ان شاء الله بنحاول ننشر الثقافة هدي جماعة فيش ايش اسمه ميزان ميزان بديني مؤشر لكن الحقيقة هي المقاسات والشكل لما عفوا لما تروح تشري جلباب بقول لي قدش وزنك ولا قدش مقاسك مقاسك لما الستة تروح تخطب لابنها وتيجي العروس بقول لك تعالين وزنك ولا شكلك والله امي العريس نفسها تحكي التنين لا لا هي بدور على شكلها خلصنا خلص على الشكل طب انجاوب على سؤال المتصل عشان روح فاصل شوفي موضوع كيف نضعف سهل جدا اول شي لازم يكون عندي ارادة لازم يكون عندي هدف لازم يكون عندي وازع داخلي احنا دائما ما نسعى الي انه احنا نبدأ بتغيير والنظرة الايجابية نحو الاكل لانه الاكل هدي نعمة بنعم الله اه اكله واشربه ولا تسرفه تمام وابدا ابتعد عن ثلاث حاجات ممكن نحكي عنه فيما بعد الابتعد عن السكر ممكن ناخد بدائل زي الستيفيو هاي في عنا بسكوت استيفيو عادي يعني ممكن انا اكل بسكوت وانا مش قلقان ككاو طبيعي وطاعم حلو بس ما فيه سعودات كثيرة رقم اتنين الابتعد عن الخبز الابيض واسبدال وبالقمح قمحة زي ربنا ما خلقها زي ما هي اكلها رقم ثلاثة الابتعد عن الدهون المهضرجة والوجبات السريعة وممكن استخدم زيت زيتون او زيوت طبيعية بكميات قليلة مع شوية رياضة هتلاقى حالك بتضعف هنرجع نحكي عن الوجه انه انا جسمي تمام بس ليش وجه يتأثر بديش وجه يتأثر او بحسو بضعف او بطلع حبوب واللي بيشوف البسكوت ويحكي دكتور هدا بسكوت ترجيم يا جماعة يعني ما فيش فيه اي سعرات لا 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 هو عبارة عن قمح كامل وككاو وستيفيو يعني بدوق انا بسكوت وانا تحدى طبعا طعمه رائع جدا وسعراته قليلة يعني وفي نفس الوقت شي طبيعي يعني ليش نحرم حالنا وربنا يعني الاكل نعمة جماعة طب خلاه يروح لها اغنية وبفاصل بسيطة هاني على القهوة احداث ومواضيع وضعت على طاولة النقاش قصص وحكايات يرويها الشباب فيما بينهم ننقلها من بين زوايا المقاهي لكم لنستمع وإياكم لها يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة السادسة مساء على القهوة عبر أثير زمن اف ام تسعين ستين تابعونا على القهوة على زمن اف ام هذا البرنامج بريعيد شركة الاتصالات الفلسطينية بالتينم موسيقى 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 تمام إحنا رجعنا يمكن خلينا نحكي للصبايا اللي بيعملوا نظام الغذائي بتقول لك أنا خسرت الوزن البدية تمام أنا رادية بس وجهي مش رادية عن نتائج يعني في ناس لما بتضعف بتلاقي صار في حب شباب بوجهها أو بتلاقي ضعف أو بتلاقي أشف يعني صار في مناطق بقع وأشف خلينا نحل حالة حالة خلينا نحن نحكي برضو عن عام الوراثي الآن في ناس أصلا وجههم صغير يعني أصلا من الله وجههم صغير من أول ما بده أول يوم رجيم أو النظام الغذائي بيضعف وجههم تمام الآن هم هيك هذي طبيعة بس مش معناته أنه أنا وجه زغر أنه أنا أوقف لا هو أنا بقى أكمل لأنه في الآخر راح يصير جسمي متناسق بمعنى هي قلت لما يجي حد عندك بده يتغدى مش راح توريه كيف أنت بتطبخي ممكن يكون مطخم كركب هو إله بالآخر بالصاحن النهائي تمام فدائما بقول لأي شخص بعمل نظام غذاء أو بضعف ما تجيش في أثناء الرجيم تقول لي صار كذا لا ما هو في الآخر لما نصل للمرحلة النهائية ربنا بقول وخلقنا الإنسان فحسن تقول فيرجع الوزن إيش يصير تناسق في الجسم عشان بعض الأحيان بثبت الوزن معنا أثناء الرجيم عشان العملية هذه عشان تتوزع الدهون تمام طيب الآن في نوع تاني من الناس اللي هما وجههم بكون عادي ممكن يصير في بعض المشاكل لنتيجة الرجيم الغلط اللي هو رجيم الحرمان قلة شرب المياه الرجيمات السريعة هذه فتلقيا كل الجسم وحيتأثر بما فيها البشرة لأنه أضعف جزء في الجسم وأول جزء هو الوجه تمام لكن أنا بقول للناس هدول سواء اللي عندهم وجههم بالأصل الصغير أكثر من شرب الماء وتناول الخضروات والفواكه بجميع أنواحات أو بشكل عام بتضل البشرة فيها نظارة لأنه طالما أنا باكل أكل صحي وجسم يتغزة وأنا شربت ماء ما هي البشرة هي إنعكاس لماء يحدث داخل جسم الإنسان فإذا كان جسمي من جوه كويس تلقيا راح البشرة تكون منها حتى لو كانت أصغر ولكن ما تيأسوش إنو أنا وجه زغر هوقف لا إياك وكملوا طالما أنتم ماشيين على نظام صحي هو بالآخر إن جسمك لما ينزل حيبدأ متناسق مع وجهك تمام أما بالنسبة للبطلع وبحب وجه بحبه أشي طبيعي أنت عارفة إنو هاي دهون هذا نظام غذائي خاطئ يعني لا ممكن دهون لما تطلع عادة يعني في ناس أولها ممكن يطلعها بس هذا ما يلعبوش فيه ممكن يغسل وجههم وما يتبابونج مسلا مع الوقت بروح يعني موضوع مش مقلق يعني يعني هذا نوع من أنواع إنو الجسم بتخلص من الدمور ممكن أو صموم تطلع على طب اللي بيعاني إنو مثلا إنو بصير بقعة لكنة أو وجهة بتحسوا بدأ ينشف أو يأشف زي ما بيحكوها لا أنا بقول لك طالما إذا كان نظام غذائي مش هيسير ومعمول بشكل علم صحيح مستحيل يصير يعني إحنا بنحكي إنو هذه المشاكل مرتبطة إما بيكون طبيعية إما بيكون في مشكلة عندك أصلا في النظام اللي بتستعملي طيب إحنا في ناس دكتوريون بتكون ماشية زي ما بيكو السرات المستقيم زي الكتاب مقال أنا ماشية بالضبط على السيستم إنو انت بتحكيلي عليه بالنتيجة مش بس بضعفش أنا بقار بركب على الميزان وحتى في لبسي بلا إنو نزايدة وزن طب أنا بالضبط ماشية زي ما قلت اللي بالضبط طب شو اللي بصير سؤالك جميل شوفي موضوع عن قص الوزن ليس مرتبط فقط في النظام الغذائي النظام الغذائي بيشكل الحلقة الأكبر ولكن انت في عندك عوامل نفسية ممكن تعيق نزول الوزن ممكن انت تتوزني أثناء الدورة زي ما حكينا ممكن مثلا يكون في خلل نتيجة نقص فيتامين أو معادن معينة ممكن يكون مشكلة في غدة معينة معناته إنو الأمور لها أسباب أخرى ممكن أنا بكون مرست الرياضة ولكن دائما نقول النزول المستمر أثناء الرجيم هي حالة مرضية وثبات الوزن أثناء الرجيم حالة صحية يعني لما بتجينا حالة كل سبعين بظل وينزل ثلاثة كيلو ببدأ أجلق لأنه في خلل هنا وهذه طبيعة بشرية بنزل الوزن بثبت بعمل عادي تقييم جسم ذاكي جدا بعدين برجع ينزل ثاني عادي وكتش أنا ببدأ أتدخل كأخصائي إذا أجتني حالة زايدة أكتر من اثنين كيلو برضو زايدة نص كيلو عادي إذا كانت زايدة أكتر من اثنين كيلو ومع الالتزام نبدأ نفتح لجنة التحقيق ونشوف وين من هون أجوا ربما ومعظم الناس بكون عندهم خلال سلوكي ونراحكي لك قصة قصيرة جدا كانت عندي إحدى السيدات أجت في أسبوعين زايدة تقييمًا أربع كيلو أربع كيلو هذا مستحيل تطع من الغرفة لن يعرف وين الخلال طبعا ست يعني ببساطة ملتزمة بالفعل ملتزمة باين على شكله فبتقول يا دكتور ما عقول حبت الأسكمو هيل زاودة تزم انت عارفة في أسكمو دحول ولا عجل هيكا بالشكل هذا فالست هيكا ببساطة يعني نقول لي ما لك يا دكتور اللي حبت الأسكمو من الشكل هي زاودة وزنة هي جاي عبالها الشكل يا من جاي عبالها جايش فيها سعرات قلت لها طوال بعد نص ساعة واحنا نحلل منوان أجل الأربع كيلو طب ما تحكم الله ما هي من جاي عبالها أخذي بابه بتقول والله يا دكتور ببعث الولاد كل يوم يوم بعد يوم بجيبولها حبت أسكمو هذي دحول اسمها أو العجل قلت لها طلعت فيها زي هيك بس مش كتير أربع كيلو لا مش كتير انت عارفة يعني جديش بتحتوى على السعرات هي أصلا هذي الحب المكلة عبارة عن زبدة ومنكهات بس تمام وسكرية وسكر زبدة وسكر تمام فلما ست عرفت ما هي الجريمة دكتورة بحق نفسها دون علمها فكرة بعد اسبوعين يعني مش دخلت في تحدي بينه وبين نفسها يعني يمكن بتذكر في الاسبوعين وورا ضعفة 8 كيلو أو 9 كيلو دخلت في تحدة حقيقية لأنه دول أربع كيلو سريع بنزل يعني دسا ما رحوش يتكونوا بالجسم فالفكرة انه الناس دول بزيدوا عادة بكون خلل في السلوك عادة طالما هو نزل ووجف الوزن مش لازم أي أس لكن ايش اللي بصير عندنا احنا وزني ببطل شيخ عالفاظ والله ما بصير عندي مبارن أنه أرجع آكل تاني وزيد وزني أو بظلني أتنجل من مكان لمكان ومن رجيم لرجيم زي رجيم النطات وين في رجيم بروح بلقطه بصير الجسم وكأنه ما رح يخذ نظام على النات بس مع صحبيتي عملت شيك أنا دائما أنا بنصح بنصح أي شخص بالذات في موضوع الأنظمة الجسم مش لعبة هو الجسم ذاكي جدا زي ما قلت إنه أنا أظلني أضعف وأنصح ممكن الجسم يصل لمرحلة البلادة بطل يستجيل والحرج ينزل لأجل مستوى لأنه فقد الثقة فيه لأنه أنا كمان جسم هو بخاف حاله خاف حاله فلما أنا أظلني ألعب فيه نزول وطلوع طبعا رح يتأثر سلبا يعني هو مش حق يعني بما أنك كل شوية بتغيري للنظام يعني يعني بتجيبي من صاحبتك مرة وبتجيبي لي من النت مرة وبتجيبي من ممتك بخير وبعضه بتضعفش وبضلها زي ما هي لأنه الجسم أنت كل شوية بتفاجئي بإشي جدير فهو بطل المؤمن لك صحيح تمام يعني بدك تكسب أولي ثقات وأمان جسمك مصطلح جميل صحيح تمام يعني هنيجي للأعشاب وهذا مهم يعني بتلاقي فيه دكاترة بيعطونا يعني سيدات كتير بيشكونا بصير كلية تجعني من الأعشاب سواء أعشاب الخشنة فبتروح لدكتور تاني بكلا لا أنا بعملك الأعشاب بطريقة تمام وبطحنها وبعطيك إيها ناعم مجرع يا عبو مجرع يا عبو فبتكون زي الأهوة ناعم ما هيك فبتعتقد آه لا هذا أزبط بتاخدها بتلاحظ إنه لا أنا كلية صارت تجعني أكتر حتى من الأعشاب الخشنة بدنا الخلل وين شو القصة أكس معي أول شي يعني أنا كتير بشوف إعلانات اضعف عشرة كيلو بدون رجيم وخد الأعشاب الفلانية وهذا كلمان دائما بقوله في كل لقاءاتي هذا كذب اللي بقولك خد أعشاب بتضعف بدون نظام غذائي قلوله أنت كذاب اللي بيجي بقولك تعالي أعملك شف الضهون ولا أعملك تدبيس معدة ولا قص معدة بدون ما تعمل رجيم قلوله أنت كذاب أشر تمام هذي كلها حتى وإن كانت آمنة ما هي إلا وسائل مساعدة للأصل وهو النظام الغذائي تمام الآن الموضوع يعني الأعشاب الخشنة والنعمة صراحة أنا كنت لأول مرة بقراها منك مفيش شيء اسمه أعشاب خشنة أو ناعمة يعني تمام لكن الفكرة في الأعشاب وين مش هي الحل السحري ولا هي فانوس علاء الدين اللي أنا بدي أفرق وبدي أضعف ما هي إلا عوامل هاجعتين يقول عوامل مساعدة لإنقاص الوزن أنا أتحدى العالم كله وشركات الأدوية كلها والأخصين كله إذا حد بيجي بيجيب لحب الدواء وبيجي بيقول لي هذا الدواء أو هذه الجراحة أو هذه الأعشاب بيتخسس له على آخر الثورة في علم في علم الأدوية دواء يمكن بوصل حقه ألفين دولار موجود في صليل مش عنا هو عبارة عن إبر زي الأنسولين بنعطى تحت الجلد وبعمل على فقدان الشهية والآخرية وآمن ولكن مكتوب إنه لازم تاخدوا مدى الحياة يا سلام طب ما نعمل نظام غذائي واحترم حالي من الأول ولكن وين المشكلة هو استغلال مشاعر الناس بنو نعمل دعايات وهمية إنه أقول إنه إشرب العشبة هادي بتضعف هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق في عشاب بتساعد آآ ممكن مثلا أخو تخلي ساعدني آآ ممكن مثلا ألعب رياضة تساعدني آآ ولكن الرياضة لحالها ما بتضعفش العشاب لحالها بتضعفش الرجيم أو خلنا نقول لك العمليات الجراحية لحالها بتضعفش كلها عبارة عن عوامل مساعدة عوامل مساعدة للأصل النظام الغذائي اللي هو الذي يحتاج بالأصل إلى إرادة وتغيير مفاهيم عشان هيك اليوم إحنا في مركز ابن النفيس عدينا الموضوع هذا اليوم إحنا بنحكي عن نظاء عن بدائل غذائية صحية اليوم أنا كمركز لما بيجيني الحالة أو الشخص أسهل إيش أقول له خد عشاب طب وبعدين هو يدخلهم رايش على عشاب هذا واحد رقم اتنين لما أقول له كل طب هم مش لاجيش يأكله اليوم إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى صرنا نوجد بدائل زي ما اليوم إحنا بنأكل بسكوت سعراته أقل والآخرية اليوم في عنا محل سيفيا في عنا كل شيء بيخطر حتى اليوم في عنا رز ومكارونا بني سعراته قليلة بروتين في عالي فبن حاول أنه أنا آكل زي زي أي شخص بسعرات أقل ومش هيكوا بس إحنا بنأكل بجودة عالية لأنه إحنا بندور على المواد الطبيعية فمعناته الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان عشان يحرمه بالعكس ربنا كرم الإنسان وكل الطبيعة سخرت للإنسان بهوائها ومائها وطعامها وشرابها لأنه في الآخر هذا يعني إلي ديش يحرم حالي يعني نسكوا لهذا الكلام بكلك والخميرة دكتور إما عداي بتسألك عبر البث المباشر شو وضع الخميرة في الرجيم شوفي أنا مرة كتبت مق أقل أربع صفحات عن فوائد الخميرة ولكن بالنسبة للناس اللي بعملوا ضايت زي حالاتنا إحنا بنقولهم خدوا خبز صاج قمح طبعا مش لأنه الخميرة مضرة ولكن الخميرة إيش دورها في العجين إنها بتتفاعل مع السكر وبتديني إثان نحصل الكربون وبخار المية ومركباء ومركب كحولي بفتح الشهية الخميرة بتفتح الشهية يعني هي مش بتنصحي بتفتح لشهية الشهية هذا رقم واحد والشيء الثاني لازم أحط على خبز السكر وأنا أصلا محارب السكر زائد إنه دائما الخبز الصاج وستات البيوت رجزوا معي كويس لما أنت تيجي تعملي خبز خامر وتيجي تعمل خبز شراك دائما خبز شراك بتضيف مية أكتر عن الخبز الخامر معناته إذن الرغيف تبع الخبز الصاج يحتوي على كمية ما أكتر فسعراته أقل وما بحطش خميرة أصلا على الصاج كمان أيوة سعراته أقل لما يكون جمح أنا بأخذ ألياف التي تعيغ تحويل السكريات المعقدة لسكرات بسيطة بشكل سريع فيبديني حالة إشباع عشان هيك إحنا بمسلا بنعمل خبز طب صاجح بنعمله بتقنية عالية جدا عشان يدينا حالة إشباع هو الهدف في الخبز إيش؟ هنا عشان نشبع إحنا يعني وإحنا صغار وما زال فينا زي هيك كنا نشري بشكل فلافل وبتلاتة شيكل خبز ونحط القرص وناكل ضلنا نعمل في القرص هيك ناكل ثلاثة روف على القرص ليش؟ لأنه أنا قلت لك عشان وضعنا الاقتصاد السيء فنحب ناكل خبز كتير عشان نشبع فللأسف هو شو الخبز الهدف منه أنا أغمس ليس هو وجبة هو تغميس فلما أنا عنده خبز صاج لكن بقولش للحالة ما تاكلش خبز بقولها خد خبز صاج على الأجل بريحني نفسيا دكتور يمكن خلينا بس قبل ما نكمل سئلتنا وضع الخميرة في نظام التخصيص أعتقد الدكتور جاوب عليه الإسبيرين إلو دور في النظام الغذائي وشرب القهوة على الريق شو بصير فينا؟ الأسبيرين أو الإسبيرين بشكل عام بنعطي عادة للناس اللي عندهم ترسيب عالي فمعروف إنه الترسيب يعيق إنزول وزن وبعمل احتباس سوال ولكن هذا يحتاج إلى طبيب طبعا فعش أي حد ياخد لحاله الإسبيرين؟ ما بنفع أي دواء إلا باستشار الطبيب طيب شو دخلوا في النظام الغذائي لما اتسأل؟ قلت في ناس بكون عندهم احتباس سوائل بكون عندهم ترسيب عالي فالترسيب بعمل احتباس سوائل فبيزيد الوزن فبكون الخلل مش أكل الخلل هو سوائل لا الخلل إنه سوائل فيه سوائل في الجسم وفيه التهاب فلعن كبده ضيع الالتهاب أو كبده قلي الترسيب فيه من ضمن البروتوكول العلاجي بنكتب أسبيرين يعني هذا موضوع طبي مروش علاقة الآن في ناس سنين بياخدوا اللي يقولوكو فاج أو المتفورمين يعني المتفورمين أي حد اللي هو تبع السكر تمام؟ بروح بياخدوا عساساً بضاعف وده الكلام صحيح هو بياخد بياخد ضمن استشار الطبيب لحالات معينة والاستمرارية على تناول المتفورمين بعد سنتين ممكن يعمل نغز فيتامين بي 12 عمال لمشاكل أوكي لما هذا الفيتامين ينقص بيعملنا طب شرب القهوة على الريق بأثر على صحتنا؟ لا شوفوا شرب القهوة بشكل عام آمن ولكن رجزوا معي القهوة بتأزيش يا جماعة؟ لا 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 ما نقولك شي لان في عنا حاجتين في عنا القهوة اللي احنا نشربها اللي القهوة التركية المضرة مش مضرة يعني فوائدها قليلة جدا للبنية هدي وهناك القهوة العربية تبعيتنا العرب اللي السعودية بنقول عنها اللي هي القهوة نصطح ميصة مع حبيل مع جرونفل هديك القهوة هي التي تساعد في حرق دون قد القهوة فبزكاوت وبطعام نحن لاحن مش متعودين على هديك هي القضية تعود وليش العرب كانوا دائما يشربوا القهوة بعد الأكل لان القهوة هديك بتساعد في الحرق لانه قهوة وزنجبيل تساعد في الحرق بذات الدهون فتناول القهوة آمن سواء هديك أو هادئ بس هديك أفضل طبعا لكن على الريق ممكن تعمل مشاكل في المعدة فقروحات في المعدة لكن تناول القهوة آمنة بمقدار من فنجانين إلى ثلاث فنجين مش مقات بالذات للستات تناول بذين القهوة فيها كافاين بتساعد في عمية الحر ولكن برجع بقول عدم الاكثار من تناول القهوة طب ليش مش مقات للسيدات لانه في دراسات بتقول انه تناول القهوة بكميات كبيرة للسيدات قد تسبب ما يسمى بتلايف الثدي اللي هو الفيبروسيز وتما الإياف يعني منخش في مشاكل صحية كبيرة تمام آآ مرض بطانة الرحم وتأخير الدورة بأثر على نظام الرجيم لا 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 مالوش تأخير يا أم عداي وفكرة انه الست اللي بتاخد حبوب من يحمل بقولك انا من حبوب من يحمل نصر حتى ما هي يعني هي الها سبب ولكن ليس السبب الرئيسي السبب الرئيسي هو الاكل اكيد اذا اكيد هذا يعني دكتور اعتقد انه هيك اجاوب على الاسئلة اللي بده لسه اسئلة كمان اكيد يكتب احنا ما زلنا معاكم وكمان عندنا اثنين تمانية تمانية تسعين واحد وستين بس الظهر ان السيدات بحبوا يكتبوهان علشان ما يبينوش منهما السطب يمكشف لليوم عندنا نظام انه اللي بيعمل نظام غذائي لازم يكون بالسرع عند الدكتور وازا حدا شوفنا من بطل نرجع هيك مش هنطلص الى بكرة يعني في ناس بيجو باسماء مسعارة وباسماء وهمية لاش هما دخلت صفحت فس؟ لا هما زي ما احكي لك شي بفضل الله سبحانه وتعالى لكن احنا في مركز ابن في صح زي ما تفضلت انت في المقادمة احنا امالنا ثورة يعني زمان جبل عشر سنين مين كانت ست تقدر تجرؤ تمشي في الشارع الصباح لا طبعا اليوم احنا عنا كتائب تمشي في الصبح من خلال تعزيز الثقافة مش بس في كل الاماكن ولما نيجي نعمل يوم المشي الساعة خمسة الفجر بتلاقي الستات ما شاء الله لا اليوم الست ويمكن احنا كمان عملنا في موضوع الجروب اللي هو موضوع المجموعة عنا في المركز عشان نكسر حاجز الوصمة اليوم انا ما انا ناصح وما انا ماشي في الشام الناس شايفيني ناصح يعني لازم انا اصلا من اصرار النجاح للشخص اللي يضعف لازم يكون عنده ثقة بذاته انا اللي بحبنه انا ناصح وابدو حبنه وانا ضعيف انا بضعف عشان ذاتي الرضا عن الذات هو اول قسس النجاح اكيد يعني دكتور اليوم خلينا نحكي احنا عادينا من نوريك كوارث وربع كارثة السلامكة اللي بشربوها ع خطرهم او ياريت تكتفوا بهيك في ناس بتحطيلك خلطة اعشاب كمان عليها شوفي اول اشي نبات السلامكة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تداووا بالسنة والسنوت السلامكة بريئة مما يقال عنها وانا راح اقول لك الخلال وين الآن احنا في علم الاعشاب في عنا اعشاب غذاء وفي عنا اعشاب دواء وكل غذاء دواء وليس كل دواء غذاء بمعنى اليوم مثلا الحنظل طعمه على القم علاج بنفعش اعطه على الطبيق لكن النعنع مثلا او كليل الجبل بحطه على الاكل هو غذاء في نفس الوقت علاج فكل غذاء علاج وليس كل علاج ممكن اخده كغذاء الآن نبات السلامكة عندنا حشتين في عنا شيء اسمه غرون السلامكة او ثمار السلامكة وفي عنا اوراق السلامكة السلامكة هي مسهل تمام يعني للناس المحة امساك اوكي الآن استخدام السلامكة كعلاج زيها زي اي نبات ما له اي مشكلة لانه هو بعمل تسريع الحركة الدودية في الامعاء الغليظة يعني السلامكة بتشير في الامعاء الغليظة وليس في الامعاء الرفيعة عشان احنا الناس بقولك بتعمل مشاكل في الانتصاص ولكن وين المشكلة انا انسان ما عندي امساك اوكي ليش ااخد سلامكة ونمعنش امساك لكن لو واحد عنده امساك ممكن يضله طول عمره وياخد سلامكة فيش اي مشكلة لانه علاج تمام فوجود السلامكة في بعض الاعشاب يجب ان تكون ضمن مقادير معينة حسب مراجع الدولية والعلمية اذا استخدمت ضمن معايير العلمية بالعكس راح تكون تأثيرها ايجابي جدا ولكن عملية الخلط العشوائي ايش الخلط العشوائي انه كل واحد الاعشاب علم يعني احنا في كلية الصيدلة اكتر من اكتر من اربعين في المية من درستنا هي الاعشاب تمام فاليوم لما نبدا اجي اخلط الخلط العشاب مش يعني مش يعني مش اي حد بيخلط تمام هي عملية تحتاج الى اهل التخصص لكن اي حد ممكن يدخل على جوجل عن نت يجيب هادع هادع ويعمل اعشاب ويبدأ يروج على الفيسبوك وعشاب كذا وكذا فهنا المشكلة لكن العشاب اذا خلطت بشكل علمي وبشكل واضح ما في مشكلة لانه اريد البهار اللي احنا بنحطه على الطبيق كلهم هو اعشاب يعني في الاخر لكن لكن ما اصوق ها الاعشاب على انها علاج سحر اللي السمنة ولا انه انا اجيب مثلا اه اه اعشاب السنميكي واحطها كمادة اساسية في الاعشاب عشان اه مثلا تعمل لي السهل بشكل كبير وان كان في عنا احنا في قواعد التغذية لشخص المعظم الناس بعمل رجيم بصير محهم امساك مش لازم اصير معي امساك اثناء رجيم ولا هارسل معي كتاب هبطل ممكن احط السنميكي بكميات معينة وفي عنا بدائل في عنا نبات الرواند وعنا الشومر كتير نباتات ممكن تكون ملينة مش السنميكي يعني دكتور يمكن خلينا بس نشوف كمان ويقام بتقول لك منقوع الليمون والكمون والزنجبيل لو تخمر قبل بيوم والتاني يوم نشربه قبل الفتور كويس ليس له علاقة بانقاص الوزن الليمون الليمون هو مقوّل لجهاز المناعة ولكن ما يساعد في انقاص الوزن وتقليل الدهون هو الخل الطبيعي وليس الصناعي الكمون ممتاز جدا للناس المحة نفخة الناس المحة كلون الزنجبيل لا انصح بالاكثار منشور به للنساء سواء الزنجبيل والقرفة لانها مشروبات ذكورية اكتر الرجال ممكن نشربوه عادي لانه بزود سيولة في الدم وبأثر على الدورة الشريعة عندي النساء ولكن لو حطيتوا على الاكل فيش مشكلة ولكن هرجاء اقول اي وصفة انت بتقرأيها عن نت مش هي اللي راح تضعفك هي ممكن تساعد لكن تشتشربيها وتقولي انا بضعف لحالي على الفاضي كيف بدي اثبت وزني حدي بده حلقة لحالة موضوع تثبيت الوزن انا احكي لك شي انا دائما بقول لا اي حالة او متابعة او متابعة تثبيت الوزن هو عبارة عن الثمرة لبنى الطفل الحين اي شخص بيجي عماد وجين او نظام غذائي احنا بنبدأ معاه زي البذرة بنزرحها بنبدأ من خلال اللقاءات يصير في عنا معرفة وبنزقى هاي البذرة وبتطلع شجرة اما انا فاشا اقول لك كيف تسابتي الثمرة هادي يعني مش هيعرف التثبيت الا لمر بمراحل انقاص الوزن ايوا وصار عنده معرفة في الاكل ووقتيش اكله كيف اكله هادي مكان هادي فبصير موضوع التثبيت عنده عرفة زي 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 طرنج لماذا لكن من البواجه مشكلة في التثبيت وانا رحكي لك قصة سريعة مرة جاتني بنت نازلة تلاتين كيلو اوكي فجاتني دكتور قلت لي انا بدي اثبت قلت لي ايش النظام المشاعري طبعا للأسف يعني انظمة خاطئة رجيم حرمان افطر تفاحة تعش لبن يعني ما فيه اي مقاومات اكل يعني فالبنت مسكينة وصلت لموحل ضعفة طب ايش عمل طب لو اكلت رغيف هزيد ولا مش هزيد طب اكل رغيف ولا نص صار عندها هاجز صار عندها هاجز فانا شعرت البنت انه يعني تكة وبدها دكتور نفسي تكة تمام لانه دخلت في حالة من الهوس او الانتكاسة فانا قلت لها طب ايش رايك بس اني اعمل بدي ابدأ انا اصحح لها مفاهيم طبعا تخيلي يعني في اول اسبوعين اجت زايدة 7 كيلو ليش لانه فقدت السيطرة خلاص بتقول لي والله دكتور انا بصح من النوم باكل مش جوة انا خلاص مش جادرة فصارت يعني يعني من كتر الحرمان صار عندها حالة الفجع تمام فطبعا انا في هذه الحالة بالفعل عوالت على دكتور نفسي لانه تحتاج الى علاج نفسي في هذا الموضوع ليش وصلنا حالنا لهذا الموضوع لانه احنا عشنا في انظمة غلط وكانت اكيد النتيجة راح تكون مش موضوع خلينا اخدها خراسي لأقول لك الهرمونات شو الهرمونات اللازم افحصها قبل ما ابدأ الرجيم يكون سليم ما زي ما عشكوش رجيم تستفز الدكتور نظام غذائي اذا احنا فاهمين كلمة الرجيم بالمفهوم الصحيح انه هو ليس حرمان فهو يصن كلمة رجيم هو نظام غذائي شو الهرمونات اول شيء هو يعني في عنا ما يؤثر فيه انقص الوزن بشكل مباشر الغدى الدرقي تمام الكالسيوم فيتامين دال بدي اعمل تشك اوب على جسم بدي اشوف دمي مثلا بدي اشوف الوظاف الكلا ووظاف الكبن هذي بشكل عام لكن بشكل اساسي اذا كانت الغدى منيحة خلاص يعني هي بشكل اساسي اللي بتأثر في موضوع النزول وبعض الفيتامينات والمعدن ولكن حتى انا بطمن الناس اللي دائما بقول انا بتعامل مع اي شخص بعاني من السمنة انه عنده كل المشاكل يعني اي شخص بعاني من السمنة انا حتى لو سليم باتربل برنه معاك كوليسترول وسكر وضغط كل الامراض لانه اردى لمن يبدأ يضعف ووزنه يصير احسن كل الامراض هتروح لحالها هذا السؤال يعني اعتقد انه هذا صيام المتقطعش بيقول عنه الدكتور واكل وجبة واحدة كل 24 ساعة السؤال اللي راح ان اسأله داما احنا بنقول اي نظام غذائي او رجيم بين القوسين لا يتناغم مع الوضع النفسي والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي والمادي فما قاله الى الفشل ولو بعد حين السؤال هل صيام المتقطع هتقدر تمشي عليه طول عمرك طبعا لا شهر شهرين وهنهار وهارجع اكل زي الاول لا انا ليش نعمل صيام المتقطع ليش مش هنفهم ليش فكرة الحرمان يا جماعة العكل زاكي والاكل نعم والاكل فن العشق سمعت يعني فن ولكن انا بيمكن ااكل لانا بدي بس بالطريقة الصحية فننجي على موضوع الصيام المتقطع صيام المتقطع هو سلوك وليس غجيم انه انا بصم 16 ساعة طبعا انا ما اقول ما انت صايم وصايم طب ما تصوم صيام اسلام من الساعة 5 الى صباح هتصوم لساعة 7 هاي شعب 15 ساعة وهتنام على الهتاش هتصعى الاربع انا كمان ضيف كمان خمس ساعة هاي 21 ساعة انت صايم صيام اسلام وتاخد اجر ومنه بتضعف طب ليش انا اصوم في الليل طب ما اصوم في النهار يعني فكرة صيام متقطع هو مجرد نظام لكن لو انا بأسواء صيام متقطع ولا مش انا ممكن اصوم صيام متقطع في الاربع ساعت هدول اعمل مصدر اتاكل يعني مش هضعف هي القضية ليس بفرقة صيام متقطع بقدر موافقة تنظيم تنظيم الاكل هاني دوش نصبر علينا بدنا نسأل السؤال هذا يا هاني مع انه والله يا ستير بعتت في اسرة لسه مليان اسئلة انا شايفت انبحت بسرعة لانه خليلي احكي على نظام الرجيم الدكاترة بيمنعوا الكالسيوم ايه ايش يعني انه البيض جبنا الحاجة تادي اه لا لا احكي لك شي يعني مثلا احنا لما اي شخص بيجي عنا في عنا نظام نسمي التخلص من السنون اعم هو النظام النباتي نظام النباتي هذا بيكون لأيام ايش النباتي انه انا بابتعد عن كل المشتقات الحيوانية لانه المشتقات الحيوانية لها تأثير سلبي على جسم الانسان وهو صيام الانبياء صيام النباتي بقوة تلات ايام اربعة ايام الى اخره بنق جسمي من اللي هو السموم الحيوانية وبرجع للطبيعة الانسانية الطبيعة النباتية تمام وكل الانسان مكان النباتي بيكون افضل وعدك برجع تاني بس الكالسو موجود مش بس في الحيوان موجود في الفواكه وفي الخضار وكذا ولكن فيما بعد بصير الحليب مهم بصير اللحمة احنا مشكلتنا على فكرة احنا لاعنا مشكلة مع اللحمة ولا مع البيض ولا مع السمك ولا مع الجاز احنا مشكلتنا مع الدهون ايوان انه انت كمان تعرف تأكل منيح عارف شو كيف تأكل بالضبط كيف تأكل ومتى تأكل ولماذا تأكل اذا عرفت انه انا وكتش آكل وايش آكل وليش انا باكل احنا شوف انت عارفة معظم السمنة اللي عنا والله ما هي اكل هي فشد غل يعني يعني اقول لك اي حالة الان تسمعنا وقلها وقتش اكلت وانت جاعانا احنا بناكل لانه زهجانين لانه بنطع رحلة لانه لازم ناكل يعني تخيل انت جايبه مسلا مسلا عشرين قطعة معجنات وراح عشاليه في مدته مسلا ست ساعة لازم تكلين لما مش دافعيني فلوس بس لانه بناكل لانه احنا بنا ناكل مش لانه احنا جاعانين المفروض انه فعلا دكتور هو الاكل فعلا هو متعة بدك تستمتع وانت بتاكل ولكن بضوابطه اكيد شوف ربنا سواء تعالى الكون هذا فيه ضوابط فيه قانون لازم احنا نتعلم ونعلم اولادنا والاجياء القادمة زي ما فيه في اوروبا او الاجانب معلمين لازم انه فيه قانون الاكل خلاص بحط الصحن قدامه بيأكل وبقوم لازم احنا الاولى ثلث اللي طعاني كزي مجال نبي صلى الله عليه وسلم ثلث اللي طعانيك وثلث اللي شرابك وثلث اللي نفسك فالقضية تكمن لازم احنا نحط في عقولنا انه فيه قانون اسمه قانون الاكل اذا حطينا القانون اذا دكتور محمود عبداللطيف الشيخ علي هذه احدث دجة في كل الانظمة الغذائية وثورة في هذه الثقافة وسنستمر في الثورة حتى ننتصر ورغم كتير مقلدين الا انه الكل بيلف وبيعاود بيرجع بياخد على الانظمة اللي الدكتور بيحكي عليها وكيد افضل دكتور عودنا على المشي ونظام المشي ومسابقات المشي بيتواجده بس الحلقة هذه لا نكتفي فيها اكيد منا نتفق على الحلقات الثانية يا دكتور لانه موضوع البنات كتير والعرائس كتير يا هاني اعتقد انه هنوصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم على القهوة اكيد كنت معكم انا سيلفيا حسن العدد والتقديم مرافقا من الهندسة الاذاعية هاني يونس برعاية الله سيتسمك على القهوة